حقيقة أنا أيد الأستاذ لقمان أنه هذه الضربات التي لا مبررة لها سواء في ما حدث في مصيف صلاح الدين أو في مطار أربيل اللي هو قريب عن قاعدة أو مو قاعدة هي وجود أمريكي هناك لأن كل القواعة هي بأمرأة العسكريين الضباء العراقيين فأنا في اعتقاد هذه الضربات وإحنا لاحظناها يعني تأثيرها قليل جدا ويمكن ثلاثة جرحة أحدهم خطيرة أمريكي ردوا بمقتل أكثر من ثلاثة وعشرين من هذه الفصائل الفصائل لا تؤتمر بأوامر الحكومة العراقية ولا تطبق ما تقول لهم الحكومة العراقية والأحزاب الحاكمة هناك أوامر بالفعل تأتيهم من الخارج وهم يعتبرون نفسهم جزء من المقاومة ضد الأمريكان أو ضد الكيان الصهيوني خصوصا أنه لا زال الكيان الصهيوني يضرب المواطني الفلسطين في غزة ويدي إلى مقتل وتدمير البنى التحتية ويمكن سمعنا اليوم خبر مقتل هذا القيادي الفلسطيني وهذا ربعا طبعا رح يرفع من حد التوتر فهذه الفصائل تأتيها وامر من الخارج ويعتبرون المقاومة سواء بالنسبة للحوثيين أو في لبنان حزب الله أو في العراق أو في لبنان غيرها من الأماكن مقاومة ضد الوجود الأمريكي ولكن أنا في احتقادي هذا سوف يزيد التوتر والعلاقات بين العراق والحكومة العراقية التي تعهدت للأمريكان ضمن اتفاقية محترب بها وموقع من قبل الحكومة العراقية بحماية الخبراء الموجودين الفنين والخبراء والمدربين الموجودين سواء عين الأسد أو حرير فهذا يؤدي إلى أحراج الحكومة العراقية وإلى أيضا هناك خلافات كثيرة لا سيما أن بعض الجماعات المسلحة أيضا تشارك الحكومة العراقية وممكن تأثير على الفصائل الأخرى التي لا تتمر بأوامر أي جهة عراقية بإمكانهم تبيان المخاطر سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاستقرار الأمني أو كثير من الأمم هم لا يأثرون على أمريكا في هذه القواعد عندما يضربون أو ينجرح هذه الجنود ويردون بردة كبيرة جدا تؤدي إلى خسائر لا مررها من جانب هذه الفصائل ففي احتقادي أنه هناك خطأ استراتيجي هذه الفصائل تقوم به وبالتالي أنه سوف تتحمل نتائج ذلك اشتركوا في القناة